الخضر بتاعنا فقط ما بقاش فيها كمية الفيتامينز بتاع ده احنا اغلبنا طبعاً بضغط اغلبنا ما بيأكلش الاكل الزحي اللي مفروض ناكله طب بالتالي راسعناها منطر ان هناخد الحاجات اللي نقصب من الوجبات بتاعتنا ناخدها مكمل غزائي اساسي بالنسبة لنا مثلا مالتي فيتامينز ما نقدرش نقول ان احنا بنعرف ناخد الفيتامينز كلها بتبقى موجودة في الاكل بس مش في الكمية اللي جسمينا محتاجة تمام بس للأسف في ناس بتوسيقى استخدام ده المكملات الغذائية هي لفعة لو انت محتاجها حد بيتمرن بيروح الجيم ما بيعرفش يأكل البروتين الكافي دي قدر يكمل دوت في المكملات الغذائية يعني ده سؤال من الأسئلة اللي قتلنا هل لازم واحد يكون بيتمرن أو بيروح الجيم بيتمرن ما أي تمرينه عشان يقدر ياخد المكملات الغذائية دي من الاحتياج الأكثر للس Jaime 爛لما الجسم بيتمرن بيبقى عنده احتياجات أكثر من الجسم التضييح طب اami عشان يحرق أكثر في بعض الناس بيأخذوا السبلومنت دقية كأكل لو فعلا عندهم مشكلة في الغذاء بتاعهم بس يقدروا يكملوا يعني عيدون الكماندر انت تاخدها بالكمية انت مش عارب ايه الكمية هي خطورتها مش فطرات كبيرة يعني ممكن تاخدوها فطرات كبيرة بس خطورتها ان احنا لازم نكون عارفين احنا ايه اللي ناقصنا علشان نعرف نكملوا بدا الحاجة التانية ان احنا نعرف احنا الكمية بتاعتنا عاملة ازاي يعني هي بتبقى خطر جدا وبتحمل علينا لود كبير لو احنا اخدنا كميات كبيرة وحاسين بس انها لو خدنا بروتين مثلا هيزود لها عضلات من غير من اتمرأ ده مش حقيقي بالعكس ده ممكن يبقى ضر اي حاجة بتزيد عن حدها بتبقى ضرر جدا ولازم ابقى فيه وعي في الحفة دي ده حقيقي فما نقدرش نقول ان احنا في المطلق هي مفيدة او ضرر هل لو خدناها بالطريقة الصح على قد ما تقدر تشوف حد متخصص متخصص في التنزية يقدر يقولك انت محتاج قد ايه من الفروتينات بتاعتك انت محتاج قد ايه بايتامينز يبقى عارف يروح لحد متخصص عشان ما ياخدش من نفسه لازم مش محتاج ان هو يقرأ على العلبة نفسها او حاجة ايه اللي مكتوب فيها بياهم زي ما هو لان هو ده مش ممكن يكون الاحتياج بتاعه الاساسي مش خلاص ولو في اي اسئلة على دوت ممكن يبقى طولنا طبعا طبعا صدق بالبلد مستبع صدق بالبلد تمان نقدر نتواصل مع بعض واقدر ارد عليكم نفسها اصلا على الاسئلة التالي انا جاهزة للتمرين عندنا رأينا نصوك تمريلات بقى بالستابس warto الستابس ده ممكن يبقى موجود اصلا في البيت عندنا بقى ايش يتمقي ملاشك زي ايه كرسي المطبخ مسلا كرسي المطبخ هو اكيد كرسي المطبخ موجود يعني كرسي مضخ قولي يقولك يعني كرسي مضخ قوة 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 كرسي مضخ قوة قوة الكراسي اللي نفس الحجم دا كراسي القصيرة مش الكراسي العالية ده ايه بالارتفاع بتعلصة يا اما سلم في البيت ممكن لو في اي صوفة او اي كنبة مثلا تبقى نشفة شوية وتبقى قصيرة شوية يقدر اتخدم عليها التمارين اللي هنعمل طيب انا هجيب دا هنا كده اه انت عارفة بقى التمارين بقى طيب اول تمرين هنعمله تمرين اسمه من التمارين المهمة قوي عندنا فرح هتطلع رجل الشمال فوق ورجل اليمين الرجل اللي ورا ايوه وحبدأ بفتحة دقية كوتش وانا نازل هنا بحاول ان انا رجلية دي تبقى تسعين درجة رجلية دي تبقى هنا تسعين درجة وحبدأ هحط ايدي في وسطي وظهري مفروض وحنزل واطلع دو بنزل قد اي برضو حد ما اوصل لتسعين درجة برجل اليمين اوكي بات احنا هنحاول اه 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 هنسويتش الرجل التانية على طول احنا ننسي احنا نعمل ايه? اه. احنا نفس الرجل التانية بقى عشان ما يبقاش عندنا عضلات في الرجل. ادي كم اه كم اه احنا نعمل خمسة. المشاهدين هحاول يعمله خمستاشر. اوكي. خمستاشر تلات مرات يعني خمستاشر ونريح تلاتين لخمسة اربعين ثانية وبعد كان نعمل خمستاشر تاني. واحد. جاهزة يا فرح. انا بدأت خلاص. يلا. طبعا البطن ايه فرح. مجدودة. ايه اوضح. مفروض. والوش. بيضحك. اوكي. خلاص صعب? لا 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 انا خلاص حفزت. طيب فيه تمرين بقى ايه? مهمة يعني ستات كتيرة برضو هتفرق معهم ده. اللي عندهم دهون اه في اديهم هنا. من الحاجات اللي بيواجهوها كتير قوي. طبعا. طبعا. التمرين اللي هنعمله دوت هيمرن عضلات الترايسبس والكتف كمان. العضلات المهمة قوي وجزء من عضلات السدر كمان. جميل. اسمه هنعمل. الزبس اوكي. اه. جاهزة? يلا جاهزة. هنا ولا هنا? انا هيجي هنا. يلا. هقعد على كده عادي. اديها هتبقى جانبي. ايوة. اه فرح بقيت مدربة خلاص. والرقبة مفروضة. ممكن اطني رقبتي شوية. متنية. ايوة. صدري فوق. بطني مشدودة. وابدأ انزل لتحت. وان. تو. تري. ايوة. نفس ايوة. وانا اطالع عفض النفس. ايوة. سيكس. سيكس. هاي. هرجع بقصتي ورق شوية. ايت. ناين. ان تن. احاول اعمل التمرين ده برضو. خمستاشر عدة. ونريح تلاتين سانية. خمستاشر عدة. تلات مرات. تلات مرات. اوكي. في تمرين بقى ليشغل كارديو فاسكا عندنا. او يشغل بي يشغل بيشغل كارديو شوية. نبدأ نحرك. اه جسمنا كله كأننا بنجري او كأننا بنمشي على التريد من المسلا. اوه. كارديو ده مهمي جدا ده حرق دهم. وبيشغل موسلز كمان بتاعة الجلوتس والكوادرسيبس والهامسطريب في نفس الوقت. اوكي. نشتغل اول حاجة بيزيك سات. وان. تو. ثري. فور. وان. تو. ثري. فور. وان. تو. مش مشترج لي. مش ما عملش اللودة على مشترج لي. ثلاثة كمان. واعتقد العد كمان فارق في ترتيب التمرينة نفسها. اوكي. ده واحد. ممكن نعمل واحد كمان. هنا جاهزة. وانا طالع انا هعمل اول عدة كده بالحركة البطيئة. انا هنا. وان. تو. تري. ضغري مفروض. فور. اسرع. فعي. ست. ست. اي. اي. ناين. تن. خمستاشر عدة. شطرة. اتعلمها كتير قبل ما نتصور. عرفة تعملها كويس. اخر واحدة.